هل يصبح مشروع وادي الهيدروجين الجزائري مطرقة حديدية في قبضة الدولوماسية الجزائرية؟ تستطيع الجزائر من خلالها فض النزاعات المزمنة وتسوية الأزمات الجيوسياسية مع دول القارة الأوروبية؟ مرحبا بكم وكل التحية لحضرتكم وادي الهيدروجين أحد أهم المشاريع الطاقوية المستقبلية الجزائرية إن لم يكن أهمها على الإطلاق وينظر إليه باعتباره نقطة التحول في مجال التنمية المستدامة وبناء منظومة الاقتصاد الأخضر في الجزائر بعيدا عن ريع النفط والغاز تأثيراته ليست محلية وكفة بل وعابرة للحدود حيث تبني أوروبا آمالها على هذا المشروع الجزائري الضخم لحل أزمتها الطاقوية المزمنة فمن المعلوم أن أوروبا تعاني منذ فترة خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي والتوجه العالمي نحو البدائل الطاقوية النظيفة ومن ثم وجدت دول الاتحاد الأوروبي في مشروع وادي الهيدروجين الجزائري حلا مثاليا يلب احتياجاتها من الطاقة النظيفة والمستدامة فماذا عن مشروع وادي الهيدروجين الجزائري وما هي هميته في بناء مستقبل الاقتصاد الجزائري فيما وراء النفط والغاز ولماذا تبني أوروبا آمالها على هذا المشروع الطاقوي الهائل الذي يستمد جل إنتاجه من سطوع شمس الصحراء الجزائرية وهل يخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر إقليميا ودوليا؟ من المنظور التقني وبحسب كمية الانبعاثات المصاحبة لعملية إنتاجه يصنف الهيدروجين على النحو التالي الهيدروجين الأسود أو البني وإنتاجه يعتمد بشكل رئيسي على الفحم الهيدروجين الرمادي وهو يستخرج من الغاز الطبيعي الهيدروجين الأصفر ينتج بالأساس اعتمادا على الطاقة النووية الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه حصريا من مصادر طاقة نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مراحل إنتاجه واستغلاله وتوزيعه صديقة للبيئة وهذا النوع هو المستهدف من مشروع وادي الهيدروجين الجزائري جدير بالإشارة أن فكرة مشروع وادي الهيدروجين تقوم بالأساس على إنتاج الهيدروجين والغاز الطبيعي والصناعي منخافض الكربون من مصادر الطاقة المتجددة بهدف إزالة الكربون في مواقع الإنتاج مع إمكانية استعمالها في تلبية الاحتياجات الإضافية المحتملة وحاليا يشهد العالم اهتماما متزيدا لإنتاج الهيدروجين إذ يعول عليه في تسريع الانتقال الطاقوي بفضل ما يتسم به من خصائص فريدة وتعدد مجالات استخدامه وأهمياته في التغلب على التحديات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة خاصة من حيث القدرة والتكلفة والتخزين كما أن الاستثمار في الهيدروجين على نطاق واسع يمكن أن يساهم في خفض التكاليف فضلا عن إمكانية تخزينه بكميات كبيرة لضمان استمرار إمداداته في القطاعات الصناعية المختلفة ومحطات توليد الكهرباء ويأتي تنفيذ مشروع واد الهيدروجين الجزائري الذي تتراوح استثمارات منشآته ما بين 20 و 25 مليار دولار في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة وأعلنت عنها في ديسمبر كانون الأول 2022 لتطوير إنتاج الهيدروجين في الجزائر وهي عبارة عن خريطة طريق تستهدف تحويل البلاد إلى رائد إقليمي ودولي في إنتاج هذا الوقود النظيف وتسويقه وتتضمن الاستراتيجية ثلاث محطات رئيسية يتم التدرك في أنشطتها حيث تبدأ من العام 2023 بوضع البنى التحتية وتوفير خدمات الدعم اللوجستي ومن المزمع افتتاح 15 محطة طاقة شمسية جديدة موزعة لـ 11 ولاية صحراوية خلال العام الحالي 2025 بطاقة إجمالية 3000 ميجاوات على أن يتصاعد الإنتاج متجاوزا الـ 15000 ميجاوات بحلول العام 2035 لتصل زروة إنتاجية المشروع من الطاقة المتجددة بحلول العام 2050 مع ضرورة الإشارة إلى أن الأبحاث والدراسات العلمية أكدت أن صحراء الجزائر تشهد أقوى سطوع شمسي مستدام على مستوى العالم يمكن أن يستوعب لامتداد الصحراوي مئات الحقول الضخمة من الألواح الشمسية لإنتاج كهرباء لا تكفي الداخل الجزائري في حسب بل وتكفي أيضا إضاءة أوروبا قاطبة وتشغيل جل مصانع على مدار الساعة ولكون طوق نجاح لأزمتهم الطاقوية فقد أسال مشروع وادي الهيدروجين الجزائري لعاب الدول الأوروبية وهرول غير واحد من قادتها وكبار المسؤولين فيها نحو الجزائر لعرض خدماتهم وكسب ود الدولة الجزائرية خذ هذه الأمثلة الزيارة الهولندية التي أفضت إلى تقديم دعم تقني من قبل الوكالة الهولندية للمشاريع لتصميم منشئات حديثة في مشروع الوادي وفي تصريح لها أشادت السيدة إليزابيس لويما سافيرة هولندا لدى الجزائر بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في مجال إنتاج الطاقات النظيفة والتزامها الجاد بمكافحة التغير المناخي وأفدت الحكومة الألمانية السيدة كاتيا كيويل وزيرة الدولة في وزارة الخارجية بصحبة وفد من كبار المستثمرين وعرضت على الجزائر تعاونا أوسع في مجال الهيدروجين الأخضر وكانت واضحة في تصريحاتها عندما قالت أن أزمة الطاقة أحد أهم محركات هذا التواصل مع الجزائر وعلى هامش الزيارة أبرمت مؤسسة الغاز الألمانية مذكرة تفاهم للحصول على الآمونيا الخضراء والهيدروجين الجزائري وقد تضعفت لاستثمارات الألمانية عقب توقيع السيد محمد أرقاب وزير الطاقة الجزائري والسيد روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ على اتفاق الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين مثل ذلك فعلت فرنسا التي تعددت بعثاتها إلى الجزائر في الآونة الأخيرة عقب زيارة وزيرة خارجيتها السيدة كاثرين كولونا وتقدمت قبريات شركاتها بعروض استثمارية ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر ولم تتأخر إيطاليا عن رجب الهرولة نحو الجزائر وأصفرت الزيارات الإيطالية المتوالية عن إبرام إيني كبرى شركات الطاقة في إيطاليا صفقة استثمارية في مشروع الهيدروجين الجزائري وبحسب السيد كلاديو ديسكاليزي الرئيس التنفيذي للشركة فإن إيني بدأت مد كابل كهربائي بحري يربط الجزائر بإيطاليا مخصص لنقل الطاقة الهيدروجينية النظيفة المنتجة من شمس صحراء الجزائر ومن ثم إعادة تسويقها في السوق الأوروبية لقد تجاوز زيوع صيت وادي الهيدروجين الجزائري المحيط الأطلسي حيث أبدت بعض شركات الطاقة الكبرى في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا رغبتها القوية بدخ استثمارات كبيرة في المشروع الجزائري العملاق ووفقا لمخطط التصدير الجزائري فإن نحو 10% من الهيدروجين الأخضر سوف يضخ إلى السوق الأوروبية بحلول عام 2040 للميلاد مع فتح أسواق جديدة عابرة لموراء الأطلسي وبحسب تقديرات وحدة أبحاث الطاقة فمن المتوقع أن تحقق الجزائر إرادات سنوية تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي عند اكتمال المشروع وهي حصيلة دولارية إضافية من شأنها دفع اقتصاد الجزائر نحو مستقبل أفضل والسؤال الذي يطرح نفسه هل يصبح مشروع وادي الهيدروجين الجزائري مطرقة حديدية في قبضة الدولوماسية الجزائرية تستطيع الجزائر من خلالها فض النزاعات المزمنة وتسوية الأزمات الجيوسياسية مع دول القارة الأوروبية هذا ما سنكشف عنه في تقرير مصور جديد ننفرد به قريبا على قناتنا شاركنا برأيك نرحب بتعليقات مشاهدين الكرام ونأمل أن تتسم التعليقات بالأراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة